موسيقى احنا بنعمل ده عشان ده واجبنا واجبنا تجاه بلدنا موسيقى المشهور اللي انا بتكلم فيه ده مشهور ضخم أوعيب أكبر انا والحكومة او احنا كلنا مع بعض كده لم نغفل ومغمضناش عينينا على حل الناس موسيقى اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية المبادرة الرئاسية حياة كريمة ده بيعتبر المشروع القومي الأكبر واللي بيعبر عن الجمهورية الجديدة وطبعا اهدفها كمان واللي بيجي فيه مقدمتها تحسين معيشة المصريين بشكل عام وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين عشان نوصل للجمهورية الجديدة وده اللي كان سبب في كل الإشادات الدولية اللي بنستقبلها يوميا للمبادرة اللي بتغير حياة ستين مليون مصري من سكان الريف وده المشروع غير المسبوق في العالم واللي بيخلينا نفتخر بمصر اللي خيرها رجع لولادها مش بس على المستوى البنية التحتية والخدمات ولكن كمان على المستوى التمكين الاقتصادي وتوفير الدعم للمواطن بشكل عام تفاصيل أكتر هل نقشها مع ضفنا في الستوديو الدكتور حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة صباح الخير خليني في البداية أسأل حضرتك إزاي تحولت مبادرة رئيسة الجمهورية حياة كريمة في وقت قياسي لأيكونة الجمهورية الجديدة طبعا بالخدمات والمشروعات الكثيرة اللي بتقدمها للمواطن المصري المبادرة الرئاسية حياة كريمة طبعا سبب رئيسي في تحولها أن تكون المبادرة أو المشروع القوم الأول أو مشروع القرن أولا عدد المستفدين من المبادرة ثانيا حجم الاستثمار المرصود للمبادرة ثالثا تحقيق المبادرة وتوطنها الأهداف التنمية المستدامة بشكل واضح رابعا وده الأهم أنها بتطبق نموذج الشركات الفعالة ما بين أرقان الدولة سوى كان مجتمع مدني أو حكومة أو قطاع خاص أو متطوعين نعم طيب لو روحنا يا دكتور عشان الكلمة اللي احنا قلناها الإشتادات الدولية الناس دايما بنحاول إن احنا نوصلهم الموضوع ليس عنوين وليس كلام احنا اللي بنقوله لسه كنا بنتكلم في فقرة من الفقرات عن يعني ممثل مصر هنا موجود للأمم المتحدة وكان في زيارة في إحدى الأماكن فيه الصعيد لسه شفنا كمان زيارة الرئيس الكوري الجنوبي وحرمه تحدثت مع السيدة انتصار السيسي عن هذه المبادرة شفنا كمان في زيارة يعني أمير بريطانيا وكان زار أماكن كتيرة الناس فعلا في المجتمع الدولي مبهورين بهذه المبادرة وكمية سواء الخدمات اللي بقت موجودة أو عدد المواطنين اللي بيخدموا فكرة الإشتادات الدولية لا تأتي من يعني من الهوى زي ما بيقولوا بشكل عام شايف مشاركة بقى المجتمع الدولي في الاستفادة من هذه الخبرة اللي مصر إن شاء الله هي اللي زرعتها في المبادرة بتخدم العدد ده والشراكات اللي ممكن تحصل كمان في المجتمع الدولي معنا ده كان فعليا تصريح مستر أنتونيو الموثل الأمم المتحدة اللي قام بزيارة إنا وبعض المشروعات الخاصة بحياة كريمة في محافظة إنا إن هو قال إن احنا بنسعى كمجتمع دولي لتوطين فكرة حياة كريمة في بقية الدول اللي محتاجة مبادرة زي حياة كريمة ده بيدل على إيه؟ ده بيدل إن كافة المؤشرات اللي المجتمع الدولي بيقوم بتقييم المجودات اللي بتتم على الأرض وفقاً لها حياة كريمة بتحقق نسبة كبيرة جداً لما بنجي نمسكها جزء جزء هنلاقي إن مبادرة حياة كريمة لها تدخلات لها علاقة بتدخلات الاجتماعية بتدخل في سكن كريم بتوفر تعليم بتوفر باللوقتي مكتبات النهاردة بتوفر أبعات كتيرة جداً بتؤدي إلى تقضاء على الفقر ونسبة البطالة لما نشوف تدخلات الاقتصادية منلاقي إن المبادرة بتوفر مشروعات مطنية الصغر وبتدعم ريادة الأعمال وبتدعم المرأة المعيلة وبتشتغل على تمكين المرأة وتمكين الشباب لما بيتكلم على تدخلات بيئية بلا إن المبادرة لها تدخلات لها علاقة بالأبعاد البيئية والحد من أسر المتغيرات المناخية كتبطين الترع ونماذج كتيرة جداً وعادة تدوير المخلفات نهاردة المجتمع الدولي لما بيلاقوا قدامه المبادرة مكتملة الأركان فطبيعي جداً هيبقوا قدامه نموذج متكامل تم تطبيقه على أرض الواقع فهو الأسهل لنقل الخبرة للخارج نموذج جاهز زمان كان الدول تقدمها ووروبا كانت تحط النماذج وتقولك خدوا طبقوا في الدول التانية دلوقتي لا دلوقتي مصر طلعت بنموذج فريد بخبرات مصرية بأياد مصرية القائمين عليه كل أطراف وأرقان الدولة المصرية والنموذج أصبح واقع يحتز به لدرجة أن العالم فعلياً محتاج ده محتاجين يبقى عندنا مبادرات قومية فيها عدد مستفدين يتخطى الملايين وضع الرئيسية حيات كريمة تتخطى 60 مليون مواطن مصري فيها حجم استثمار بيتجاوز 800 مليار فالنهار ده النموذج ده لابد أن يحتز به في كاف الدول العالم هو نموذج بيجسد هدف الشرقات الفعال والتكاتف من أجل تحديث أثر تنموية طيب لو هتكلم مع حضرتك عن فرص العمل ايه هي أهم المشروعات اللي بتساهم في توفير فرص العمل مباشرة أو غير مباشرة وطبعاً تحقيق التمكين الاقتصادي لكل يتكلم على القرى الخاصة من مبادرة حياة كريمة يقول لي احنا المبادرة هتخش القرية وتطلع منها قرية متكاملة الأمر اللي بيخل في كل القرى وفي كل المراكز بيبقى فيه نقاط مديقة نقاط صناعية مديقة سواء كانت مجمعات صناعية أو مشروعات مطنيات الصغر إضافة إلى أن الدولة حالياً بتتم بإعداد الميزة التنافسية للمحافظات المصرية كل محافظة في مصر هيبقى لها ميزة تنافسية تقدر تحدد الصناعات المتناسبة مع تلك الميزة الأمر اللي بيخلق فرص عمل الأمر اللي بيخلي فيه تنوع نسبي في الكوة العاملة اللي عندك في مصر خاصة في المشروعات كسيفة العمال وده الهدف الرئيسي اللي بتسعاله المبادرة على الأرض واللي بتسعاله الدولة حالياً وهو التشغيل والإنتاج إضافة إلى طبعاً التدريب وده بيتم حالياً على الأرض الواقع كان أنا عايزة أربط حاجة يعني بس استكمالاً يا دكتور كنا لسه من حوالي الأسبوع اللي فات كان فيه كنا نكلم عن القائمين على الأطلس في مصر كانوا بيكلمون أنه هيبقى فيه أطلس للحرف اليدوية والصناعات لكل محافظة والنزاي ده ممكن يرتبط دلوقتي بسهولة مع دخول مبادرة حياة كريمة للمحافظات دي إنها تصنف بني سوي فيها كذا وده حاجة ممتازة جداً بشكل كبير خليها دكتور برضو أتكلم على نقطة هامة والناس يمكن بتتساءل عليها فكرة المبادرات المجتمعية اللي هي خاصة سواء بقى بالصحة بتعداد السكان لأن ربط تعداد السكان كمان بشكل كبير جزء أصيل من حياة كريمة وجزء أصيل في التنمية المستدامة بشكل عام فلو أهمية ده كمان في دخول كل بيت مصري وخصوصاً ريف المصري اللي بيعاني شوية من ثقافة زيادة الإنجاب وما إلى ده لما نجي نبص على زيادة السكانية زيادة السكانية توقف مرحلة من مراحل عمر الدول تبقى خطرة جداً خاصة في المراحل اللي الدولة بتسعى فيها لتحقيق التنمية الاقتصادية الأساسية النهاردة إحنا في مصر الدولة بتتبني من قوله جديد دخلين الجمهورية الجديدة فمحتاجين إحنا نستغل كل الموارد المتاحة محتاجين نخطط وفقاً عدد سكاني اللي حد ما ثابت تقدر الدولة أنها تبني على أساسه وخططها المستغلية سيدة الرئيس قال لك النهاردة هبنبزل مجهودات كبيرة جداً في حياة كريمة طب إحنا كمان خمس ست سنين كمان عشر سنين فلازم التعداد السكاني لو حقيق بتقول 800 مثلاً مليار بيخدمه 60 مليون أنا لو ذات 30 مليون هبحتاج ربعمية فوق 800 عشان أن أنا فهو ده اللي حم نتكلم فيه فالنهاردة ده دور كبير جداً للمواطن المصري لازم يبقى عارف ولازم يبقى شايف ولازم يبقى حاسس أن خدمة ولدين أو بنتين غير خدمة 4 و 5 و 6 النهاردة الدولة لما بتخدم أسرة مكونة من 7 أفراد غير ما بتخدم أسرة مكونة من 4 أفراد ده بيقدي أن الخدمة بتوصل لأكبر عدد من المستفدين مش هنلاقي أن الخدمة محصورة على الأكثر فقراً مش هنفضل طوله عمرنا نتكلم على الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً ودي النقطة دكتور الناس بتتساءل بتقول أنا لسه ما حستش مثلاً متوسطي الدخل بيقوله أنا لسه ما حستش مثلاً بالتنمو الاقتصادي من سمار التنمية دي حقيقة إن الأكثر فقراً بيزيدوا بيدينا فإحنا لأ لازم نبقى عندنا تحديد وتحجيم للتعداد السكاني والزيادة السكانية عشان الأكثر فقراً يبدأوا يقلوا تبدأ سمار التنمية تطلع للفئات المتوسطة وهكذا وهكذا لكن طول ما الزيادة السكانية تلتهم كل المشروعات اللي بتحصل وكل نتائج التنمية هنفضل طول عمرنا بندور في دوائر مفرقة فالتعداد السكاني ده ده موضوع خطير جداً إن التنمية المستدامة في فترة قبل ما تبقى اسمها تنمية المستدامة كان اسمها التنمية المجتمعية كان هدفهم إن هو إيواء والبشر الصحة وتعليم ورافاهية ده كان هدفهم أنا عايزة يعني كل اتجاهاتها دلوقتي إنها كل حاجة تبقى ديجتال ديجتال بالزبط وده طبعاً بيسهل حاجات كتيرة جداً وصلنا لإيه فيه أو المبادرة دي مبادرة حياة كريمة مع التحول الرقمي اللي فيها هيسهل إيه على المواطنين هناك فيه طرق المواطنين إزاي يتجهوا للتحول الرقمي دروس تدريبية يعني إيه اللي بيحصل بشكل أنا هكلمك على التحول الرقمي من منظور التمام السلام أنا مش متخصص التحول الرقمي التحول الرقمي بيقدي إلى ثلاث حاجات أساسية أول جزء بيوفر وقت بيوفر مجهود وبيقضي على الـ أو الفساد التحول الرقمي بيقدي إلى أن العنصر البشري تقليل احتكاك العنصر البشري ببعض الأمر اللي بيخلي المواطن محتاجين إن إحنا ننشر ثقافة استخدام التكنولوجيا دي أول خطو لنجاح التحول الرقمي المواطن عارف يستخدم الموبايل بتاعه إزاي يخش على المواقع إزاي يستخدم الخدمات المقدمة بشكل عامل court الأمر اللي بيخلي التحول الرقم يتم الإسرعوي التحول الرقم بيتم على أكتر من إتجاه بيتم في القطاع المالي طبعا الشمول المالي وبيتم في القطاعات والمصالح الحكومية الأمر اللي بيخل المواطن النهاردة اللي كان بيطلع رخصة بيقعد فيها ثلاثة يام ومش عايز يروح المرور يخش على الموقع القدمات الحكومية ويقدر يعمل ده هرده التوكيل بيقدر يحجز المواطن الأصلا يعرف فيه تعامل ازاي دي أهم فكرة يعني إحنا النهارده عشان تنجح منظومة التحاول الرقمي لازم المواطن البسيط لو بيمس النسبة كبيرة جدا من الشعب المصري يبقى عارف ازاي يتعامل على المواقع دي بل احنا هنا بيحتاجين بقى حملة توعية للمواطن المصري لكيفية الاستفادة من الخدمات اللي الدولة بتعملها هرده الدولة بتبزي المجهود كبير جدا في البنية التحتية للتحاول الرقمي في كل القطاعات سواء كان قطاع مالي مصرفي غير مصرفي في الخدمات الحكومية خدمات الصحية فلازم المواطن يبقى عنده الوعي يعرف يستفاد من خدمة دي ازاي عشان يحس بيها بس والله يا دكتور فيه دلوقتي مكاتب وأماكن بتسهل وتيسر على المواطنين بيجي مثلا يقول اللي عايز والله يدفع فاتورة الكهرباء بالانترنت ييجي ويبدأ الناس تتعلم ما هي هتم أبدأ عن طريق التدريب وتعليم ده بيحصل فعلا طيب احنا لو بنتكلم برضو في ضوء اللا مركزية وإحنا كنا زمان بنتكلم على مركزية الخدمات في كل شيء فيها مدقصلة في العاصمة وما إلى ذلك حياة كريمة ان شاء الله هتقضي على هذه المركزية ويبقى اللا مركزية فوائد ده على المواطن وعلى المستثمرين المستثمرين ما كانوش برضو بييجوا غير في القاهرة والقاهرة الكبرى وبعض المحافظات الساحلية وما إلى ذلك فكرة ده عائده على المواطن أنا هقول الربطة وحقيقة طبعا هتكملها فكرة عدم الهجرة دائما إلى الهجرة الداخلية والمستثمر اللي ممكن يروح يساعد في الأماكن دي اللي بتوعيد بنائها بشكل جديد أو بيحط البنية التحتها السؤال ده سؤال مهم جدا خلينا نتكلم في جزية مهمة جدا هو النهاردة التنمية المتوازنة أو الهدف في مصر إحداث تنمية المتوازنة بكافة الأقاليم التنمية المتوازنة إنه بقى في كل إقليم من الأقاليم مصر فيه ميزة وفيه تنمية وفيه مشروعات سواء كانت قومية أو قطاع خاصة أو السسمار وفيه فرص عمل وفيه تشغيل وفيه تدريب فتبقى الفرص متساوية الأمر اللي بيقدل سد الفجوات التنموية ما بين الحضر والريف زي ما كنا بنسمع زمان وبالتالي بيرفع من مستوى معيشة أهل الريف بشكل عام يعني لما نتكلم في كلمة اللا مركزية اللا مركزية هي النقطة الأساسية الحاكمة لنجاح التنمية المتوازنة النهاردة مش ينفع نحق تنمية متوازنة وفيه مركزية في كل حاجة لأ لازم نهاردة كل محافظة وكل إقليم يكون ليه أدواته ليه من ننافذ الحكومية الخاصة به ليه خطته الاستثمارية ليه كوادره ليه المحليات القوية اللي قادرة أن هي تقوم به ليه كل شيء متعلق بثقافة الإقليم نفسه أو ثقافة المحافظة نفسها وده يا دكتور أنا آسف مش قصدي يعني للمقاطعة حاصل أن فيه أماكن دول كبرى مقسمة ولايات مقسمة إمارات مستقلة بذاتها ليها عدتها وليها مصانحها المشهورة بيها لكن إحنا طبعا إحنا لن مش هنبقى عايزينه في مصر بهذا الشكل لكن فكرة المساواة في كل المحافظات طبعا مصر فيها سبع قليم تمام؟ كل الإقليم ليه ميزة أنت عندك الصعيد خليني أنا أخيرا بسمع ليش هقطعك عشان آخر حاجة يعني يمكن كنت عايزة صحة حدثك في عقبات بتواجهكو ولو في عقبات بتواجه إزاي بيتم تزليلها وإنجازها في وقت قصير عشان توصل للنتيجة اللي أنت عايزها بوسي فندم هالعقبات ما لهاش علاقة بالتنفيذ على الأرض هي العقبات دايما بيبقى لها علاقة بالمثالة بتاعت بتاعت بتفكير النهارده أنت ما تيجي بتصطدم بتفكير النهارده ما نيجي نتكلم مثلا على الحوكمة وعلى الشفافية وعلى تبادل المعلومات وعلى 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 ما نيجي نتكلم على المركزية أو لا مركزية فأنت محتاجة للشخص اللي موجود على الأرض داعي يبقى مستوعب داعي ويقدر ينفزه نستنيه نهارده الشخص اللي في الحي اللي متعود أنه ينزل ويحصل حاجات مش نطيفة لهو لا أنه يغير السلوكيات دي وغير العدد دي دي العقبات الوحيدة اللي موجودة على الأرض لكن كتخطيط الموضوع مكتب تخطيطه بشكل جيد جدا كرؤية وستراتيجية نهارده مصر عندها رؤية واضحة لتحقيق ميزة تنافسية لكل المحافظات المصرية وده الأمر اللي يطمن المواطن الأمر اللي يطمن المواطن نهارده الدولة بتفكر في كل محافظة على حدة إزاي توفر لها مشروعاتها وتوفر لها استثماراتها وتوفر لها فرص العمل الخاصة بيها وده اللي إن شاء الله إحنا بنحاول دايما لما بنعيد هذه الفقرات وبنعيد وجود حضراتكم إن إحنا نبقى فيه تنمية لهذا الفكر وهذا الوعي ودايما إحنا مشكورين حضراتكم والله على هذه المجودات وإحنا بنحاول إن إحنا نعمل علينا في نشر هذا الوعي والسلوك إحنا بنشكرك طبعا شكرا شكرا أيس المنطقة السنوي للتنمية المستدامة والتنمية المجتمعية والتنمية المستدامة بنشكرك طبعا شكرا جزيلا لحضرتك ونورطنا دايما في هذا الصباح شكرا جزيلا دكتور نوتنا النهار طيب كده بتخلص حلقتنا النهاردة بهذه الفقرة وبيعني دايما نكون معاكم إن شاء الله كل يوم من 8 إلى 10 سواء أنا ونوها أو همام ومنا كل يوم في هذا الصباح نحاول نقدم لكم مجموعة من الخدمات والفقرات والتأكيد إن شاء الله بكرة لنا حلقة متجددة أنا ونوها شكرا لنوها شكرا لك يا محمود وشكرا لكل المشاهدين ومتابعيننا النهاردة ولتابعونا على مدار الساعتين اللي فاتوا وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة بكرة إن شاء الله بهذا الصباح